موسيقى مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في هذا العرض الإخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانتكات تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوصم أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم فخامة السيد بيدرو سانشاز رئيس الحكومة الإسبانية بزيارة للمملكة المغربية يوم الخميس 7 أبريل الجاري وبهذه المناسبة سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع فخامة سيد رئيس الحكومة الإسبانية كما سيقيم جلالة الملك عزه الله مأدبة إفطار على إشراف ضيف جلالته الكريمة على صعيد آخر تنطلق اليوم الثلاثة في الرياض بالمملكة العربية السعودية نسخة الأولى من المشاورات السياسية السعودية المغربية والتي ستبحث على مدى يومين عدداً من القضايا الثنائية الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأفادت سفارة المغرب بالرياض بأن هذه المشاورات السياسية التي سيمثل المغرب في اجتماعاتها مدراء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ستبحث أيضاً التحضير للجنة المشتركة المغربية السعودية التي ستعقد في يونيو القادم في المغرب أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطاراً قوية أحياناً رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية ستهم عدداً من عملات وقاليم المملكة اليوم الثلاثة المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقضى أحمر أن أمطاراً قوية أحياناً رعدية من 70 إلى 110 مم ستهم إلى غاية الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم عملات وأقاليم شفشاون والفحص أنجرة وتطوان والمضيق الفنيدق والدريوش والناظور كما ستهم برياح قوية من 75 إلى 90 كم في الساعة اليوم الثلاثاء إلى الساعة الحادية عشر ليلاً من أقاليم سيد بن نور وابن سليمان واسطات والجديدة وبرشيد والنواصر والدار البيضاء وامديونة والمحمدية وأسفي وتمارة صخيرات وسلا والرباط والقنيتراء وورزازات دولياً أعلن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاصيلينيبي نيزيا أن بلاده ستقدم أدلة عملية لمجلس الأمن التابع لمنظمة أو للمنظمة على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا تقرير لخديجة شاكيري أفات فاصيلينيبي نيزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة أن بلاده ستقدم أدلة عملية لمجلس الأمن التابع للمنظمة على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا وأضافاني بنيزيا أن بلاده تعتزم تقديم الأدلة إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1430 مدنيا وإصابة 2097 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لسؤون اللاجئين أن أكثر من أربع ملايين أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة في الفترة بين 24 فبراير والثالث أبريل الجاري وفي سياق الأزمة الأوكرانية قال وزير الخارجية السيني وانجي إن الصين تأمل في أن تلتزم روسيا وأوكرانيا بمحادثات السلام حتى يتم التواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مضيفا أن الشيء الوحيد الذي ترغبه الصين بصدقه وتحقيق السلام في أوكرانيا حمزة الخضر والتفاصيل الصين لا تسعى لتحقيق مصالح جيوسياسية ولن تراقب الحدث من مسافة آمنة بينما تجلس مكتوفة الأيدي أو تضيف الوقود إلى النار ذلك ما قاله رئيس الدبلوماسية الصينية وانجي بحسب ما أورده الإعلام الصيني وانج أضف أن الصين ترحب بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لافتا إلى أنه بغض النظر عن مدى صعوبة المحادثات والخلافات بين الطرفين يجب التمسك بالاتجاه العام لمحادثات السلام حتى يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في نهاية المطاف مشددا على أن الصين تؤمن بضرورة الالتزام بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة وبناء هيكل أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام على أساس الحوار مضيفا أن بكين مستعدة لمواصلة الاطلاع بدور بناء في هذا المجال في شانية الدول دائما ومن الانعكاسات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 1430 مدنيا وإصابة 2097 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي عودة مع حمزة الخدر 1430 مدنيا هي حصيلة الذين سقطوا في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذكرت في بيان أن أزيد من 4 ملايين و215 ألف أوكراني لجأوا إلى الدول المجاورة في الفترة ما بين 24 فبراير وال3 أبريل الجاري البيان أضاف أن بولندا استقبلت أكثر من نصف اللاجئين الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم جراء النزاع بين موسكو وكييف مشيرا إلى دخول 113 ألف أوكراني إلى الأراضي الروسية من منطقتين دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرقي البلاد في الفترة بين 21 وال23 من فبراير الماضي من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 6 ملايين ونصف مليون مدني نزحوا داخل أوكرانيا ما يرفع عدد النازحين الإجمالي مع اللاجئين إلى قرابة 10 ملايين شخص في خبر آخر أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعبئة 17 مليار يورو لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وتمكين الدول الأعضاء من مواجهة هذا الوضع وليد حمد علوي والمزيد من التفاصيل أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعبئة 17 مليار يورو لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا وتمكين الدول الأعضاء من مواجهة هذا الوضع واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي تعديلات تشريعية تمكن الدول الأعضاء من إعادة توجيه أموال سياسة التماسك وصندوق المعونة الأوروبي إلى الأشخاص الأكثر حرمانا وقال المجلس إن التغيير السريع في التشريع المتعلق بصنادق الاتحاد الأوروبي يشهد على التضامن الذي يواصل الاتحاد الأوروبي إظهاره تجاه اللاجئين القادمين من أوكرانيا وكذا تجاه الدول الأعضاء التي تستقبلهم ولا سيما تلك التي لا تشاطر الحدود مع أوكرانيا ويمكن للدول الأعضاء استخدام ما يصل إلى 9.5 مليار يورو بالإضافة إلى موارد سياسة التماسك التي لم يتم تخصيصها خلال فترة الميزانية 2014-2020 وضمن تضعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي قفز تسعار النفط أكثر من 3% أمس حيث زاد استمرار النزاع في أوكرانيا زاد الضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الأمر الذي أثار مخاوف جديدة في السوق بشأن نقص المعروض عودة مع أو التفاصيل في تقرير لحمزة الخضر النفط يقفز أكثر من 3% بفعل عقوبات جديدة محتملة على روسيا خامو برينت ارتفع 3.14 دولارات أو ما يعادل 3% عند التسوية إلى 107 دولارات للبرميل من جهته زاد خامو غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات فاصل 1 أو 4% إلى 103 دولارات للبرميل فاصل 28 أسعار النفط رجعت حوالي 13% الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من احتياطيات النفط الأمريكية وتعاهد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بعمليات سحب أخرى من الاحتياطيات إلى لبنان حيث أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الأنباء المتدولة حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة موضحا أن المصرف يواصل مهامه الموكلة إليه تقرير لوليد حمدي علوي أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الأنباء المتدولة حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة موضحا أن المصرف يواصل مهامه الموكلة إليه وقال سلامة أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيحة فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان فإن المصرف ما زال يمارس دوره المكل إليه وسوف يستمر بذلك حسب المتحدث وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاد الشامي قد أشار في تصريحات متلفزة إلى إفلاس الدولة اللبنانية والمصرف المركزي لكنه عاد وأشار إلى أن تلك التصريحات أخرجت من سياقها هذا ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا جراء نقص الصلاع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تم تدمير أكثر من 55 مليون لغم وتم إعلان أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم خالية من الألغام وعضف جوتيريش في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بحضر أو بخطر الألغام أنه في غضون خمس سنوات وقعت أكثر من 160 دولة على وقعت أكثر من 160 دولة على اتفاقية حضر الألغام مشيرا إلى أن العالم لا يزال حافلا بالملايين من مخزون الألغام الأرضية وما يزال أكثر من 50 دولة ملوثة بهذه الأسلحة دوليا دائما نفادت وثيقة قدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا يحوز حيث تبلغ 9.2% في تويتر ما قد يجعله على الأرجح أكبر مساهم في موقع التدوينات الصغيرة لنتابع التقرير التالي أيلون ماسك يستحوذ على حصة تبلغ 9.2% ليصبح أكبر مساهم في تويتر أسهم تويتر ارتفعت بنسبة 26% في تداولات ما قبل الفتح بعد الإفصاح والذي يأتي في أعقاب تغريدة ماسك بأنه يفكر بجدية في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي وارتفعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك ميتا وصناب المالكة لتطبيق سنابشات ماسك يمتلك 73.5 مليون سهم في تويتر مما يشير إلى أن قيمة حصته في الشركة تصل إلى مليارين وتسعمائة مليون دولار بناء على إغلاق السهم يوم الجمعة ولد ماسك الذي يستخدم تويتر بكثرة أكثر من ثمانين مليون متابع لحسابه على الموقع منذ انضمامه في سنة 2009 في الخبر الرياضي وضعت قرعة ربع نهائي مصابقة دور أبطال أفريقيا لكرة القدم التي جرى صحبها اليوم ثلاثاء بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة ممثل كرة القدم الوطنية الوداد والرجاء البداويان على التوالي في مواجهتين صعبتين ضد كل من شباب بالوزداد الجزائري والأهل المصري حامل اللقب وأصاحب الرقم القياسي في تتويج لعشر مرات كما أصفرت القرعة عن ديربي مغارب قوي يجمع الترجي التونسي البطل أربع مرات بوفاق ستيف من الجزائر فيما يقابل سانداونز الجنوب أفريقي وبطل نسخة 2016 بيترو أتليتيكو الأنغولي في لقاء صعب كذلك وتقام مباريات ربع نهاي ذهابا وإيابا خلال الفترة من الخمس عشر إلى ثالث والعشرين من أبريل الجاري دائما في الرياضة تحدث دي بغو سيمونيو مدرب أتليتيكو مادريد عن المواجهة المرتقبة مساء اليوم والتي تنتظرهم أمام مونشستر سيتي في دور أبطال أوروبا لنتابع تقرير وليد حميدي علوي بعد الفوز الذي حققه أتليتيكو مادريد على دي بورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بأربعة أهداف لهدف تحدث دي بغو سيموني مدرب أتليتيكو مادريد عن المواجهة المرتقبة التي تنتظر فريقه أمام مانشستر سيتي في دور أبطال أوروبا وسيلتقي أتليتيكو مادريد مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء على أرض ملعب الاتحاد في مانشستر في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فيما سيكون لقاء الإياب على أرض واندا ميترو بوليطانو يوم الأربعة الثالث عشر من أبريل وقال سيموني في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية أن فريقه يتبع نفس الخط وليس عليه أن ينظر إلى شيء آخر في الليغة وتابع أن هناك أمر آخر يتمثل في دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه خصما غير اعتيادي يلعب بصورة جيدة جدا حسب تعبيره نهاية هذه النشرة مشاهدين تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني تحية لكم